المشروع المهدوي العملاق إنه المشروع الإلهي الأعظم ماذا نعرف عن هذا المشروع وما هي حقيقة علاقتنا به إذا كنا مأمومين ومحجوجين بإمامة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبعبارة واضحة جلية إذا كنا قد بايعنا في الغديرين الغدير الأول هو الغدير العلوي والغدير الثاني هو الغدير المهدوي إذا كنا قد بايعنا البيعتين وتمسكنا بالغديرين واعتقدنا بإمامة الحجة بن الحسن وأصبحنا مأمومين بإمامته ومحجوجين بحجيته إذا كنا كذلك فماذا نعرف عن مشروع إمام زماننا وما هي علاقتنا بهذا المشروع عنوان خطير أريد أن أضعه بين أيديكم وسأنطلق من بوابة هذا العنوان كي أواصل حديثي الذي ستجدونه متسقا ومترابطا في نهاية المطاف منذ أول حلقة من هذه المجموعة وإلى آخر حلقة من حلقاتها أتحدث عن مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول العنوان هو هذا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم من خلال ما سأطرحه تحت هذا العنوان تستطيعون أن تشخصوا ضلال حوزة النجاف وتستطيعون أن تعرفوا مدى جهلهم بمشروع إمام زمانهم فكيف يمثلونه وهم يتحركون في ليلهم ونهارهم لأجل تقزيم مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك مساران هناك مسار لتعظيم المشروع المهدوي هذا المسار موجود في القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم وفي حقائق حديثهم ومعارفهم وفقا لقواعد التفهيم العلوي هذا المسار موجود في هذه الخزائن وهو مسار تعظيم المشروع المهدوي لكن ليس هناك من أثر لهذا التعظيم في الواقع الشيعي لا عند مراجع الشيعة ولا في المكتبة الشيعية ولا في الإعلام الشيعي ولا في الفضائيات الشيعية ولا في المواقع الألكترونية الشيعية حتى في المراكز والمعاهد التي جعلت للدراسات التخصصية في الإمام المهدي ليس هناك من أثر لهذا التعظيم الجميع يتحركون باتجاه تقزيم المشروع المهدوي من هنا جاء هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم التعظيم هو الذي يريده منا إمام زماننا التقزيم هو الذي يريده منا مراجع النجف وهذا ما سأبينه لكم عليكم أن تصبروا علي حتى تصلوا إلى الحقيقة بشكل كامل لأن الموضوع هذا موضوع مطرد سأحتاج إلى العديد من الحلقات كي أضع التفاصيل الواضحة بين أيديكم إذن عنواننا هو هذا وعليكم أن تحفظوا هذا العنوان كي تميزوا أنفسكم هل أنتم ممن يعظموا المشروع المهدوي هل أنتم ممن يتحرك في هذا الاتجاه أم أنتم ممن يقزموا المشروع المهدوي كما يفعل مراجعكم فمراجع النجف وكربلاء يقزمون المشروع المهدوي وهذا يدل في أحسن حالاتهم إذا أحسن الظن بهم فإنهم لا يعرفون إمام زمانهم لو كانوا يعرفون إمام زمانهم لعرفوا شؤون إمام زمانهم وأهم شأن من شؤون إمام زماننا المشروع المهدوي الأعظم إنهم يتحركون بكل إمكاناتهم بكل طاقاتهم لتقزيم المشروع المهدوي وهذا يكشف عن جهلهم وجهالتهم وعن سفاهتهم وتفاهتهم في أحسن أحوالهم أما في أسوأ أحوالهم فإنهم أعداء صاحب الزمان وإذا كانوا هكذا ألا لعنة الله عليهم إذا كانوا هكذا لكنني سأحملهم على أحسن المحامل سأتحدث عن جهلهم وجهالتهم عن سفاهتهم وتفاهتهم عن قلة عقولهم عن حماقتهم عن استحمارهم فهذا هو واقعهم وإلا لماذا يتحركون باتجاه تقزيم المشروع المهدوي إنه المشروع العملاق إنه المشروع الأعظم نذهب إلى فاصل المشروع